هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين نرجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ريدمشين تو زي اللعب طبعا في هذا المقطع راح أوريكم أغرب خمسة شخصيات ممكن تقابلها في لعبة ردد ريدمشين تو أو ما زي ما يسميها البعض يعني توب فايف لخمسة أغرب شخصيات في اللعبة في الله نخش في المقطع طيب بالنسبة لي أول شخصية غريبة راح تروح للولفمان أو رجل الذب طبعا هذا الشخص يعني ما أدريش وضعه صراحة لكني قعد يتبكبك وما أدري إيش وأيضا عنده مجموعة من الأغراض الجيدة ولا أكثر كلام محسن أترككم معه الجيم بلاي عز تابعا تبدو كما تشترك رائع! بس بس اشتركوا في القناة ماذا نحن هنا؟ اشتركوا في القناة وذيبين بعدها قل لك انك روح يا بويا لا تقعد هنا تخارج المهم انت عبيت خشيت جوه فارسل عليك الذيبين فانت اضطريت انك تقتلهم بعدها راح يبدأت باك باك وما در ايه تلاقتلت الذيابة حقي المهم يعني انت ما عليك لوت زي ما شكت في القيم بلاي وانت طالح يجي هذا من اخر الكهف مداهمك بسكين فتضطر انك تقتله هذا اول شخصية غريبة عندنا اللي بعدها او شخصية ثانية راح تكون شخصية بنت الشياطين والجن اشتركوا في القناة احسنت زي ما شفتوا في الجيم بلاي الجنية هذه طلعت لنا وقاعدت تتكلم عن جزء من قصتها اللي صارت معها حبه غرامه كلام فاضي طبعا هذه البنتة والجنية تطلع في عدة اماكن مختلفة وتحكي جزء من قصتها فاذا تبقونا نجمع اماكنها كلها ونحطها في مقطع واحد ونشرح قصتها اكتبوه اللي في خانة التعليقات وان شاء الله في اقرب وقت انزل قصة الجنية هذه بالنسبة للشخصية الثالثة والله ما ادريش اقول عنها لكن شوفوا ما باتر بلد؟ ماذا تكون هذا؟ ما باتر بلد؟ حشنا؟ يستمتعوني بالنسبة للشخصية هذه صراحة هذه أكثر شخصية تحزني من بينهم صراحة زي ما لاحظته أول ما قربت من السجن حقها هذا جد قالت لهو أنه تنادي أمها كانت تنادي أمها تقول لسيبي شعري أو أربطي شعري أو شيء زي كذا المهم أنها قاعدة تنادي أمها فأتوقع أنها يعني الكنل من الجواية قاعد يقول أنه ممكن أمها هي اللي تعذبها والمسؤولة عن حالها الآن فأتوقع أنه أمها والله وأيضا لو تلاحظون يعني شكلها كمان واضح أنه معذب وأنه وجه وحدة تسعبانا لحد الآن ما نعرف أنها معلومات أكثر إلا أنها مسجونة في هذا المكان ننتقل اللي بعدها أو الشخصية اللي بعدها رح يكون الفينباير أو مصاص الدماء هيا فأنت تردتني هيا 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 اشترك لنفسك أنا أذهب مع المتحدة ماذا؟ أنت مجردًا؟ لقد قلت الكثير من الناس لذلك لقد قلت أو أعطيك منك أنت مجردًا أكثر مجردًا أكثر طبعا بالنسبة لي المصاص الدماء زي ما شفته خشينا زي الزقاق كذا وحصنا مصاص دماء عنده وجبة دسمة متكة فوق الرجال هذا وشغال يمص من دمه فلما تقرب منه راح يدور بينكم حوار هل انت مصاص دماء ولا اخره يعني يدور بينكم حوار بسيط بين ارثر مورغن ومصاص الدماء في النهاية يعني انت تقروش ومرة ويجي قلك بتتخارج من عندي ولا اقوم لك المهم انك تقول له ما بروح او انك تقبل انك تروح اللي انصحكم انكم لا تروحون لانه معا هذا سكين نادر فيقوم لك والله بالسكين النادر هذي بيط عنك فانت كل اللي عليك انك تقتل او تتونس عليها مش انك تتصرف معها ويفضل انك تقتل عشان السلاح زي ما قلت لك تذبحوا وخلاص كذا يكون قتلت الفيمباير او مصاص الدماء الاهبل هذا يرى ننتقل لاخر شخصية غريبة وراح تكون المغني ابو وجه قبيح ماذا رأيكم في الاسمه؟ بالنسبة لشخصية الاسبوع راح تروح لهذه الشخصية صراحة اكثر واحد عجبني يعني اهني صراحة والله اهني يعني حالته حالة ووجهم كركب ومن هنا طالع شيء وهناك طالع شيء لكنه ما زال مبسوط وسعيد ويدند بالعود وكل حاجة يعني صراحة اهني طيب كذا مرينا على اهم خمسة شخصيات غريبة او مخيفة في لعبة Red Dead Redemption 2 طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك وسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة واذا تبغونا نستمر في هذه السلسلة اكتبونا نفخانة التعليقات ودعمونا باللايكات يلا سلام عليك بلا قبل قبل حط لايك لديك كده يلا سلام عليك alright simmer down we'll just go our separate ways nobody needs to get killed all right